نامت راح منها حسة السمع فقدت حسة السمع بدون أي سبب الآن بتحاور مع الدكتور محمد إن شاء الله تعالى لكن يعني إخواني يا خواتي كلنا لدينا أطفال بارك الله فيكم يا من تشاهدوننا وكذلك يا من تستمعوا لنا الإنسان إذن معرض لكل الأمراض في هذه الدنيا وكل الإبتلاءات هذه الطفلة الصغيرة ابتلاها الله سبحانه وتعالى بأنها فقدت سمعها فجأة كانت تسمع لكنها فقدت سمعها فجأة طيب الحمد لله رب العالمين أن العصب السمعي لدى هذه الطفلة سليم القوقعة هي التي تضررت الحل الآن في إعادة السمع لهذه الطفلة الصغيرة هو 135 ألف درهم هذا المبلغ غير متوفر في الحقيقة لدى والد الطفلة آلاء من خلال هذه الشاشة ومن خلال كذلك من يستمع لنا عبر أثير إذاعة الشارقة نتمنى أخواني أخواتي أن نقف بجانب هذه الطفلة الصغيرة ذات ثلاث سنوات ونجمع لها 135 درهم حتى تتمكن من زراعة عملية القوقعة الإلكترونية في أسرع وقت ممكن لأن هذه الطفلة فقدت السمع تقريباً الآن من ثمانية أو تسعة أشهر ثمانية أو تسعة أشهر ثمانية أو تسعة أشهر هي في صمت الآن هي في صمت والصمت هذا مؤلم في الحقيقة فنتمنى ممن يشاهدنا ويستمع لنا مديد العون والمساعدة لهذه الطفلة الصغيرة ونحن على يقين بإذن الله تعالى بأن من يتابع هذه الحلقة من برنامج ألم وأمل لن يتوانى في أن يدعم مثل هذه الحالة سأذكر بأرقام هواتفنا لمن يريد أن يتبرع للطفلة ألا وبعد ذلك إن شاء الله تعالى سنعلن عن المبالغ التي ستصل إلى برنامج ألم وأمل أولاً بأول بإذنه تعالى الرقم المباشر للتبرعات هو 60055160 60055160 رقم الهاتف المتحرك 0501637000 مرة أخرى الهاتف المتحرك 0501637000 وبالنسبة للرسائل النصية القصيرة والتبرع بـ 50 درهم على الرقم 6686 بعد ذلك نقوم بالضغط على الرقم 1 حتى بهذه الطريقة نكون قد تبرعنا بـ 50 درهم ولكن خدمة الرسائل النصية القصيرة فقط لمشتركي اتصالات قلت لي في 10 ألاف درهم فعل خير طيب 50 ألف إلى الآن الحمد لله رب العالمين 50 ألف إلى الآن 40 ألف درهم من خلال الرسائل النصية القصيرة التي هي 50-50 درهم وفاع الخير يتبرع بـ 10 ألاف درهم 50 ألف إلى الآن المبلغ المتبقي أخواني أخواتي 85 ألف ونحن علاقين إن شاء الله تعالى بأن المبلغ هذا سيجمع لصالح هذه الطفلة الصغيرة دكتور سؤال أول مرة حقيقة أسأل نحن كمشاهدين ومتتبعين لمثل هذه الحالات نختلف عنكم كأطباء أنت كطبيب ومختص بأمراض السمع عندما تأتيك حالة مثل هذه الحالة كيف تشعر؟ طبعا فوق دان السمع المفاجئ نعتبر عندنا في تخصصنا وشغلنا ده حالة طريقة حالة من حالات الطريقة التي تستوجب التدخل المباشر والسريع لأن معظم الناس الذين يفقدون السمع مفاجئ يكون تقريبا 80% من الأسباب يكون التهاب فيروسي حصل للقوقعة من الداخل الخلايا الحسية في القوقعة هاجمها فيروس فعمل دامج فيها أو كسرها لدرجة أن السمع تفقد أو قل السمع عن الطبيعي بالنسبة للطفلة فقدت أو قل؟ لا تقريبا قل بس بالنسبة تقريبا تتجاوز الخمسة وتمين إلى تسعين في مئة يعني كل البواق السمعية عندها لا تتعدى العشرة في المئة عشان كده هي ما استفدتش من السماعات الطبية فما جاءت للطفلة لأول مرة الأب بيحكي لي السيناريو اللي حصل إن البنت كانت بتتكلم وكانت بتقول صورة الفتحة وكانت بتقول أنشيد سمعتها دكر؟ أنا سمعتها أنا سمعتها عشان كده أنا كنت متعاطف جدا معها بطريقة يعني لا تتخيلها وجربنا معها فعلا الأدوية اللي هي الحاجات اللي بتتعاطف الحاجات المبدئية لأن دائما أي مريض بيفقد السماع مفاجئ فيه لستة أدوية معينة كده لازم نبدأها مع المريض طيب إيش يعني أنه ممكن الإنسان يفقد حاسة السماع بشكل مفاجئ تحدث يعني؟ تحدث كثير جدا في المجتمع كثير؟ جدا أنا في العادة يعني خلال أسبوع بشوف لي على الأقل من ثلاثة إلى خمس حالات سبحانه كل أسبوع فقدان في السماع مفاجئ والحل زراعة القوعة فقط؟ لا الحال بيبدأ الأول إعلاج دوائي خمسين في المئة من المرضى بيستجيبون خمسين في المئة والمئة الباقيين ما بيستجيبونش الخمسين في المئة استجيبوا بالأدوية على طريق أدوية اللي هي ببقى فيها كورتيزون فيها كورتيزون جرعات معينة كده وتركيزات معينة من كورتيزون عبارة عن حقن؟ لا أقراص أقراص وأحيانا بنيدي حقن بس في الأذن نفسها داخل الأذن نفسها مش حقن في الجسم معموما يعني في بعض الحالات بألم أو بدون ألم؟ بدون ألم خالص. بدون ألم نهائياً. الحاجة الثانية يأخذ مضاد فيروسات. مضاد فيروس. السبب فيروس يكون بس؟ غالباً فيروس. غالباً فيروس. 80% فيروس. وممكن يكون نتيجة انسداد في دموي اللي هو بيغزي القوقع من جواه. بس ده نادر ودائما يحصل في السن الكبير. مش في السن الصغير. في السن الصغير عادتاً بدأ بص فيروس. أو نتيجة التعاب فيروسي. فهي التعاب الفيروسي ده المريض هو حظه. ممكن يحصل في ودن واحدة بس. ممكن يحصل في الاثنين. في توقيت واحد. في توقيت واحد. في توقيت واحد. وما يحصل في توقيت واحد يبقى حاجة كارثية للمريض. طبعاً. المريض كان يسمع 100% وفجأة نام وقام من النوم. ما عادش يسمع. يتفصل عن الدنيا تماماً. سبحان الله. فبتبقى يعني. وهنا ما لا علاقة في جنس ذكر أو أنثى أو سن معين يعني عادتاً. ولا للسن حتى بيجي في أي سن وفي أي عمر. وحان يحصل في ودن واحدة يحصل في الودان الاثنين وبنسب متفاوتة. ممكن يكون 40% 50% 70% ممكن يكون 100% المريض وحظه. فالمريض طبعاً أنا بنصح طبعاً من خلال البرنامج. إن أي مريض يتعرض لأي حاجة بنازل قبيلة وفقدان في السمع مفاجئ. في ودن واحدة أو في الودان الاثنين لازم يرجع أقرب طبيب. لأن فيه تدخل سريع ممكن يتعامل ويرجع السمع مرة ثانية. هذا يبقى نسبة 50% يرجع. ولو 50% مرجع يكون هناك حلول مختلفة. ممكن عن طريق السماعات الطبية أو ممكن عن طريق زراعة القوقعة. بناءًا عن درجة فقدان السمع أو نسبة فقدان السمع. ألاء حصلها في النحيتين. وحاولنا مع هذه الأدوية في الأول ما لا يوجد فايدة. ونقربنا مع السماعات الطبية فترة بعد خمس شهور. لم يكن هناك أي استجابة خاصة مع السماعات. ولذلك قررنا نهائياً موضوع زراعة القوقعة. الحاول الله. نتوقف بالنسبة لمن يشاهدنا ويستمع لنا الآن عند النقطة التي ذكرها الدكتور محمد فوزي. وهي بأنه لا أحد منا في مأمن من الإصابة بمثل هذه الأمراض. سواء كان كبير أو صغير، ذكر أو أنثى. حتى بالنسبة للغنى والفقر. كذلك يعني المرض هنا لا يميز بين غني أو فقير. فنتمنى ممن أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم بنعمة المال. يا أخوان ويا أخوات، يا مشاهدين ويا مستمعين. يعني يجب على من أنعم الله سبحانه وتعالى عليه بنعمة المال أن يتصدق. أن يخرج من ماله، يطهر هذا المال ويداوي نفسه ويداوي أولاده. والوقاية خير من العلاج. يعني اتقي الوقاية المرض خير من أنك تنتظر وتصاب بعد ذلك تتصدق. فالوقاية خير من العلاج. يا من تشاهدوننا وتستمعون لنا. نحن الآن عموماً يعني الله سبحانه وتعالى يا ربي يا كريم لا يبتليكم إن شاء الله تعالى. لا في أجسادكم ولا في أموالكم ولا في أولادكم. ولكن نحن ومن خلال هذه الحلقة في برنامج ألم وأمل. نتمنى أن نجمع للطفلة ألاء التي تبلغ من العمر ثلاث سنوات. والتي فقدت السمع بشكل مفاجئ. 135 ألف درهم حتى تتمكن هذه الطفلة من أن تسمع من جديد. كيف ذلك؟ من خلال أن نجمع لها 135 ألف درهم. المبلغ الذي جمع إلى ما قبل قليل 50 ألف. والمبلغ المتبقي تقريباً 80 أو 85 ألف درهم. نحن نريد أن نجمع 85 درهم المتبقية في كل الأحوال. فسنناشد من يشاهدنا ويستمع لنا من الأخوة والأخوات الكرام. ومن خلال أرقام هواتفنا مديد العون والمساعدة لهذه الطفلة الصغيرة. وعلم بإذن الله إن شاء الله أن هناك من ينضم للمتابعة الآن. سواء بالمشاهدة أو الاستماع. واستمع إلى أن هذه الطفلة الصغيرة. الطفلة ألاء عمره ثلاث سنوات. كانت تسمع وتحفظ آيات من القرآن الكريم والأناشيد. نامت وصحت فجأة ثاقدة لحاسة السمع. ودكتور محمد فوزي قال كل منا ممكن أن يبتليه الله سبحانه وتعالى بهذا النوع من المرض. فلي التبرعات على الرقام كالتالي إخواني إخواتي. الرقم المباشر هو وتبرع بخمسين درهم على الرقم ستة ستة ثمانية ستة. ويعني الدكتور أنت ذكرت بأن طيب إن شاء الله. طيب فاعل خير ولا ذكر أسمه. فاعل خير أكمل المبلغ بالنسبة للحالة الطفلة الأولى. والحالة الثانية كذلك. تبرع بمية واثنى عشر ألف درهم. أكمل الحالة الأولى. وتبرع بالمبلغ المتبقي للحالة الثانية. والله يعني لن يعجز إن شاء الله لساننا عن شكر هذا الرجل. ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يعوض على هذا الرجل في الدنيا والآخرة إن شاء الله. وأن يكون له هذا المبلغ شفيع بإذن الله تعالى يوم القيامة. يوم لا ينفع مال ولا بنون. لكن بإذن الله تعالى أن يكون هذا المبلغ بإذن الله نافع لك أخي الكريم بارك الله فيك. أنت ومن تواصل وتبرع للطفلة ألاء. وكذلك بالنسبة لأخونا راشد صاحب الحالة الثانية. يعني هذا ما نملك أن نقوله في هذه الحلقة. إزاك الله خير وبارك الله فيك. وكثر الله من أمثالك يا ربي يا كريم. الآن الدكتور محمد فوزي هو الذي سيضيف على التعليق. ماذا تقوله؟ سعدنا في الحقيقة. طبعا يكون الثواب إن شاء الله مضاعف خصوصا في الأيام التي نحن في هذه الوقت. نعم نحن في شهر شعبان الكريم مبارك. إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. طيب. وطبعا عمل خدمة جليلة جدا. لأنه طبعا في التوقيت الحالي البنت عد وضعها حساس جدا. يعني صلى الله. لا تحتمل التأخير دكتور صحيح. لا تحتمل التأخير. لأن كل مدى يحصل لها تدهور في كلامها. يعني لو كنا قيمناها بعد فقدان السماع مباشرة على طول قيمنا الكلام. بعد فقدان السماع مباشرة على طول قيمنا الكلام في التوقيت الحالي. حصل تدهور في الكلام بشكل كبير جدا. وكل فترة سيظل يتدهور. الخطوة التالية المفروض. زراعة القوقعة. إن شاء الله على طول قيمنا. بأسرع وقت ممكن. إن شاء الله. إذا بعد اكتمال المبلغ إن شاء الله. أقرب موعد إن شاء الله. ونعمل على العمل إن شاء الله. بالنسبة لي فيما بعد يعني بعد زراعة القوقعة. هل ستخضع كالأطفال الذين لا يسمعون للتاهين؟ بالنسبة لها لأن فقدان السماع حصل بعد تكوين الكلام. سيكون تأهيلها سهل جدا. أسهل. أسهل بشكل كبير جدا. وفي توقيت قصير. أيوة. غير الطفل لما يكون فاقد السماع قبل ما يتكلم. طيب. هي سماعة أو لسماعتين تحتاج الآن؟ نحن عادية نبدأ بواحدة. ونعمل الثانية بعدها مثلا بستة شهور. لكن على الأقل نلحقها بواحدة. على الأقل. عشان بس إنها ما تضيع. بالضبط. عشان نوصلها بالدنيا مرة يعني. الحمد لله. هذا بفضل الله سبحانه وتعالى نعمة كبيرة. نعمة كبيرة وفضل. نتمنى من والد ووالدة الطفلة ألا. الدعاء أخواني أخواتي بارك الله فيكم. لمن تواصل معنا في هذه الحلقة. ومديد العون المساعدة للطفلة ألا. ونتمنى كذلك من المسلشفى التي إن شاء الله ستدخلها الطفلة ألا. لعملية زراعة القوقع الإلكترونية لا تتأخر سريعا. لأن المال المبلغ هذا متوفر أصبح الآن لدى برنامج ألم وأمل. في يد أمينة بإذن الله تعالى سنأخذه مباشرة من أهل الخير. ونقوم بإصالة إلى المستشفى التي ستتعالج فيها الطفلة ألا إذاكم الله خير. متى ستسمع دكتور بعد العملية بكم يوم إن شاء الله؟ يعني بعد العملية خلال أسبوعين إن شاء الله. بعد أسبوعين إن شاء الله. أما الجرحية التائم بتاع العملية نعم. نعم. بنركب الجهاز الخارجي اللي هو الاسبيتش بروسيسور. وتبدأ السامة على طول مباشرة نفوتها. مباشرة نفوتها. طيب فترة التدريب. التأهيل. التأهيل. كم بتأخذ دكتور تقريبا؟ يعني مثل آلاء يعني. آلاء ممكن خلال ثلاث شهور تكون تمام. تمام تمام. خلال ثلاث شهور. بس تأخذ بس على الجهاز وشكل الجهاز. نعم. والصوت اللي بيقين خلال الجهاز ترجع إن شاء الله لأمورها الطبيعية إن شاء الله. كيف تتوقع الآن فرحة والد ووالدة طفلة آلاء فيها؟ طبعا فرحة كبيرة جدا. لأنهما بيتابع معي بقلوم فترة. وهم وصلوا لمرحلة نفسية سيئة جدا. يعني كان واقع نفسي بصراحة لهم سيئ جدا. الحمد لله. الحمد لله حاليا إن شاء الله يتعواضوا خير. الله يطمنهم عليها إن شاء الله. هم لهم أكثر من طفلاء غير آلاء في يد أخرى؟ عم تقريبا أنهم أربعة أطفال وخمسة أطفال. وكلهم أسوياء. وكلهم أسوياء الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. يلا الحمد لله رب العالمين. يعني نشكر أهل الخير مرة أخرى. الذين تواصلوا معنا في هذه الحلقة من برنامج ألم. في الحقيقة سعدنا وسررنا كثيرا خصوصا بالفاعل الخير. الذي تبرع بـ 112 ألف درهم أكمل الحالة الأولى للطفلة آلاء. وكذلك تبرع بما تبقى من مبلغ لحالة أخونا راشد. الذي لم نأتي في الحقيقة على عرض حالته الآن. سنأتي إن شاء الله فيما تبقى من وقت. نشكر الدكتور محمد فوزي أخ الصائي أول أمراض السمع والتوازن. ضيفنا في هذه الحلقة من برنامج ألم وأمل. شكرا. وقدومك أيضا معنا إلى البرنامج هنا إن شاء الله يكون في ميزان حسن. شكرا جزيلا. شكرا. سنذهب الآن مشاهدين ومستمعين إلى فاصل. وبعد الفاصل نتواصل معكم. وسنقوم إن شاء الله تعالى بعرض الحالة الثانية في هذه الحلقة من برنامج ألم وأمل. فندعوكم لأن تكونوا معنا.